مرحبا هذه محبابكم المستمعين فالكوشان أحب أن أقول لكم معيكم عامكم مبروك كل عام أنتم معيين بألف خير وإن شاء الله 2013 تكون خير علينا وعلى تونس وعلى كل الأهل والأصدقاء والجمهور التويتسي كل شعب التونسي ألف مبروك ألف خير ألف مبروك يبدو أنه سنة 2013 ستكون سنة موفقة برشة بنسبة لصابر بها يفتتحها بجيزة نتصور أول جيزة تواب بش تبدي بها السنة جيزة أفضل فنان عربي وجيك من تونس بالتحديد من جمهور موزيكة فهم يشرفني طبعا أنا سعيد والله يصدقني سعادت كبيرة برشة اليوم أنه الجمهور التونس يختارني حتى نكون متوج في الاستفتاءة متاعكم الموزيك بدأ نشكرها على الاهتمام متاحها بالمتقفين وبالرياضيين وبكل الناس الفعلة في الأوساط اللي عندنا في تونس لذلك أنا سعيد برشة ونحب نشكرهم لطوته لصابر وهو أختاروه إن شاء الله ديما نكونوا في المستوى إن شاء الله 2013 لتكون حافز كبير لذلك لتكون حافز كبير حتى نقدم أكثر وأكثر 2013 إن شاء الله كنت ناشط سنة 2012 من خلال ألبوم تاعك سابر 2011 وحداش للبوم اللي فيها برشة غنيات نشح ومليح خلينا نتذكره أول حاجة غنية عدة حبايبك اللي تصورت فيديو كليب يا عسل كيف كيف قبلها برشة غنيات تونسية كانوا خرجوا سينجول كيف 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 كما عاشق مغروم صابر رباعي ما ننساوش لكن نحوصل سنة متاعك سنة تبدو موفقة 100% سنة 2012 تبدأ بالحفلة التاريخية اللي عملتها في بعلبك وكنت أنت معناتها من الفنانين القلائل في العالم العربي اللي نجموا يطلعوا يغنيوا على هذا المسرح مسرح بعلبك كانت سهرة تاريخية ثم مهرجان قرطاج الدوليز هذا كيف كيف ما ننساوش النجاح الكبير خاصة بعد التخوف فكانت أول سهرة بعد الثورة غصت بها المدارج بعد نكملوا كيف كيف برنامج The Voice اللي لقاء نسبة نجاح كبيرة برشة ومتابعة كبيرة برشة دونك هذا الكل أكيد أنه يلخص سر اختيار الجمهور التونسي اليوم لصابر رباعي طبعا الحمد لله أنه كانت محطات مهمة ياسر يعني كثيف هناك كما قلت بعلبك وبعض كرتاج وبعض The Voice وكيف كيف بعض الأغاني والعجاب زادة من سواج نغاني اللي حبوها الناس في سنة 2012 سيدي كامل يعني كانت الحمد لله نشاط معناها استمر وإن شاء الله يدوم يستمر وإن شاء الله برشة أحسن فنان عربي مع وجود برشة أسامي عربية صابر رباعي الاسم التونسي كأنه التونسي معناتها يحب ولد بلد وزادة ما فيش شك شوفي يعني تلقاش الدعم من ولد بلدك وتلقاش الاتمام منهما يعني الكلمة الخيرة دي ما تسمحها من الأقرب الناس ليك لهم بالنهاية أهلك وصحابك وولد بلدك فنفس الشيء في معنى لازم نكون نحن يعني الناس يدوم أن نقدم لهم أكثر معنا وأحسن معنا حتى نظل على هذا الحب يعني بالنهاية فهذا تتويز ووش لي أنا تتتويز الأغنى التونسية تتويز الفنان التونسي بسطعامة يعني لأنه جمهور التونسي يحب النشاط الفنان التونسي يحب يسمعه جديد وحب يتابعه ويكون معاه لما يقدم حاجة جديدة ولما يكون فاعل في الميدانه أكيد الجمهور التونسي يكون معاه لا يوجد شيء سعيد وأكيد أن الفنان التونسي يفتخر بالجمهور التونسي والجمهور التونسي يفتخر بالفنان التونسي أصحابر 2013 نتمنى لك فيه برشة نجاح وبرشة توفيق أعطيني سكوبات 2013 كيف تبدأها فنيا 2013 نبدأها بمجموعة من الأغاني الخليجية بسيطة عامة يعني نصالها باية من جنوبي وفيفري ماكسيمان يكونوا بعض الأغاني موجودة نفس الشي فيديو فليبات جديدة للأغاني الخليجية هذه إلى جهنة طبعا أغاني تونسية وأغاني مختلفة يعني متنوعة تونسية وليبنانية ومصرية في فيفري إن شاء الله عندي يحفل بالقبة يوم 16 إن شاء الله 16 فبري كل يوم ما عنا حاجة على الأقل أو كل سبوع لازمنا نعمل حاجة جنيا ديب حفلة إن شاء الله يبدأ بالخير إن شاء الله 2013 إن شاء الله يا ربي بالتوفيق على الصعيد الشخصي ماذا يمكن أن نتمنى لصبر باعي في سنة 2013 إن شاء الله نتمنى الاستقرار إن شاء الله طبعا نفعل إن شاء الله 2013 تكون الاستقرار العائلي إن شاء الله نكون مرتاح إن شاء الله أولادي مرتاحية إن شاء الله يعني هدا كله نتمنى وإخدا freight وإبداية شاء الله بلاي تكون خير إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا للفنان التونسي سابر رباعي ألف مبروك مرة أخرى نتمنى لك النجاح والتوفيق في سنة 2013 ويا رب تكون سنة 2013 أحسن برشة من سنة 2012 اللي نتائجها كانت بالنسبة لكنتي نتائج موفقة برشة على أقل خلينا نقول في تونس من خلال اختيار الجمهور التونسي نذكر بالنتيجة ليه سابر رباعي كأفضل فنان عربي كنت تصوت واخترته سابر رباعي شكرا سابر رباعي بوناني كل عام وتي حي بخير بوناني شكرا مرسي خليني اسمع